في صورة تانية النهاردة أكثر استفزازاً أكثر استفزازاً وهي صورة ليورجان كلوب المدير الفني الصابق الأسطوري لليفربول هياته الصورة يا شباب الصورة لصفحة على الفيسبوك فيك فيك أنا من أول مقاريط اللي مكتوب عرفت إنها فيك مزيفة واضحة بلا نقاش وبلا جدال إزاي حضرتك صدقت إن الصفحة دي بجد هاتوا يا جماعة اللي مكتوب بالعربي يا جماعة هم كانت بينها بالعربي عيب عيب ما يصحش وفيها لايكات وشيرز وحاجات وبتاع شايفتك بتوها من فيسبوك وإستجرام يا جماعة هيكت على فيسبوك هتقولي اللي كان عليها الترجمة العربي تلاقي الناس ماشى وراء الحكاية وراجب يقول لك أنا أسلان كنت هزور مصر وكنت هزور الأهرامات بس أعرفت إن فين كتاع في الكهرباء فقلت خلاص مش هاجي مصر ده نص رسالة يعني عشان لو هي مش موجودة معنا للترجمة اللي بالعربي ده نص اللي مكتوب يعني تاني صفحة مكتوب عليها يورجن كله بوزة من تحرك شايف فوق والناس ما شاء الله عشرين ألف شير وخمسة وعشرين ألف لايك وكل الناس بقى مشايرة حرام عليكو يا جماعة الراجل ده كان المفقود يجي مصر وينور مصر ويفرحنا الراجل ما جاشت عشان الكهرباء بتقطع يا جماعة قبل ما لقوم عن الناس اللي شيرت مش كله يعني فيه ناس بسيطة يعني الناس على فكرة الأدمنز بتوع البيت جداية مصريين مصريين وعيشين وستين عادي تعرف لسالة زي دي بتقول إيه للدنيا كلها بتخترعها بتزور في إيه هذه دي حاجة فيها عزر يا أخي دم يعني تقل دمك اللي عملت كده يا تقل دمك مش عايز أقول بقى يا إيلت وطنيتك وإيلت ملوقتك ودمك وكل حاجة عيب عيب دي بلدك يا أخي معلش يعني لو أنت لما تضرب أهي دي دي رسالة مكتوبة بالعربة إيه كنت هسافر أجازة أهرامات مصر واحدة من عجائب الدنيا السبع النهاردة عند المغادرة قال المصريين أن البلد لم تكن هناك كهربة من فترة كبيرة والرحلة تلغت قبل السفر وصورة يورجان كلوب قال يعني متدايق ويه الأكاونت هو الفيك المزيف بالذي ما مش عيب أنا والله نفسي أمسك الأدمين ده يعني أطلع فيه غضبي عارف ليه عشان الشاب اللي عامل البيتج ديت شاب أنا آسف إن أنا أقول كده أنا آسف بس هو يستاهل جاهل هو مش فاهم إنه لما يعمل حاجة زي كده وفرحان هو بشوية لايكس وشوية شير تمام؟ هو هيخسر معيس إيه لما تتضرف بلدك أنت خسران بشكل مباشر أو بغير مباشر سمعة بلدك وشكل بلدك وتفاصيل كتيرة وتفاصيل كتيرة طيب إنت ممكن تقول لي يا كريم إنت إيش عرفك إنها فيك هي واضحة يعني البناء يعني عنده حد أدنى من الزكاة هيعرف إنها فيك بس قلنا مع زميلي في الإعداد تم ما نروح نسأل الراجل نفسه ما نروح نسأل يورجان كلوب نفسه زماننا المترجم معنا المترجم الألماني محمد الباز راح وبعت ليورجان كلوب ميسج على الواتساب والراجل بعت له الرد هات الرد طيب يورجان كلوب أنا حابب جيبلكو سكرينشوت من الميسج الراجل بيكلمه بالألماني أنا ياسف ما عرفش ألماني قوي بس هو بيقول له يورجان كلوب بيرد عليه بيقول له دي فيك فيك دي واضحة هي مكتوبة هي فيك دي واضحة وبعد كده قال له إن أنا ما عملتش أي انتربيويات في الفترة الحالية قال له الصفحة دي فيك وأنا ما عملتش أي انتربيويات في الفترة الحالية وبعد كده استأذلناه اللي إحنا نعرض لسكرينشوت ده وهو الراجل وافق أهو ديورجان كلوب يا جماعة ده رقم تليفونه بعتنا له قلنا له اللي بعد الفويس نوت ده اللي هو الأوديو اللي فوق ده قلنا له في الأوديو دوت إن إحنا الصفحة دي والناس كتبت وقالت وإن أنت كنت جامس قال لهم لا الصفحة قال زمان محمد الباز لا الصفحة دي فيك وبعد كده قال له أنا ما عملتش أي انتربيويات ولا أي لقوات ولا تكلمت مع حد الفترة دي وبعد كده استأذلناه استأذلناه قلنا له نعرض المسجد دي الرسالة دي يعني فهو الراجل وافق ورحب ترجمة نانسي قنقر